أهلا بحضراتكم في أولى فقرات المجري النهاردة معنا ضيف هو واحد من نجوم ذئاب الجبل واحد من عماليقة نادي المأولين العرب التاريخيين ليه بقول تاريخيين؟ لأنه بدأ من الدرجة الثالثة مع النادي للدرجة الثانية للدرجة الأولى للدور الممتاز هو واحد من جيل التمانيات في القرن الماضي وهو كان أحد أهم الأجيال التاريخية بنادي المأولين العرب اللي نافس على وخد دور عم الأهل والزمالك وخد إفريقيا وخد وخد كان مكسر الدنيا الجيل ده كان منافس شارس جداً زي ما بقول لكم للأهل والزمالك ومش محلياً بس كمان لا ده على مستوى الألقاب القرية بدأ نجمينا ده مشواره مع كورة القدم وهو عنده عشرين سنة عارف يعني إيه عشرين سنة؟ عارفين يعني إيه عشرين سنة؟ عشرين سنة ده يعني ممكن يقول لك إيه لا ده لعيب ده ما ينفعش عشرين سنة ده كبير في السن تخيالوا هو لعب في السن ده وإيه؟ قلب الدنيا والناس يقول لك إزاي لعب هو حاملو عشرين سنة؟ قبل كده لو تفتكروا في حلقة من حلقاتنا كان معناك كابتن الدكتور محمود صالح نجمي النادي الأهلي ومصر بدأ متأخر بدأ عشرين سنة أو نجمينا النهاردة اللي معاكو ده هيبقى هو بدأ بعشرين سنة جاب للمأولين العرب هو بدأ مع معنا صح يعني بدأ مع المأولين العرب من الدرجة التالتة وكان من أول اللعبين اللي بانوا عليهم فريق المأولين العرب وعملوا تاريخ للنادي وإسم للنادي وصعدوا بالفريق ده للدرجة التانية يعني انتم بتخلين لما يلعب درجة تالتة وبعدين يلعب درجة تالتة وبعدين درجة تانية وبعدين يطلع أولى ممتاز لعيب هو اللي بيطلع بقول لكم الكيان كله منتخب اللي هو نادي المأولين العرب كان بيتبني على اللاعب ده لحد ما طلع نادي المأولين العرب كان في موسم ثمانية وسبعين تسعة وسبعين تقريبا كده وده كان زي ما تقول لكم وجيل عملك دخل على الألقاب بقوة سواء محلين أو أفريقيا طبعا تآهل المأولين العرب لنهائي كاس مصر سنة واحد وتمانين وخسر ساعتها من النادي الأهلي بضربات الترجيح وكان عاملين ماتش هايل جدا وإذا بقى ضربات الجزاء خلاص ببقى أي فرقة تكسب فيها إنما بقول لكم كان عامل موسم عالي جدا ووصل لنهائي كاس مصر وتعادل ولعب ضربات جزاء مع النادي الأهلي والنادي الأهلي كسب البطولة ده كان في موسم بتاعه الأول بالدوري حقق نجمينها المركز الرابع وبعد كده ثم ده بكلام يقوله في دوري ممتاز وبعد يتأخر مركزين في الموسمين اللي بعده على طول بعد كده عاد مرة تانية للمركز الرابع في موسم واحد وتمانين اثنين وتمانين لأنه كان فيه مع نجمينها كان فيه لعيبة كبيرة اعتزلت وبدأ يعمله تيم جديد وبدأ النادي الماولين العرب يسيطر على الكورة الافريقية وبدأ يعمله تيم جديد وبدأ يصرفه وبدأ وبدأ لأنه اللي خالى اسم الماولين العرب في افريقيا فرقته الكورة وقبل ما يتوج بالدوري العام موسم اثنين وتمانين وتمانين تخيلوا بقى اخد الدوري من العملاقين زي ما اعترف كان بنفسه الاهل والزمالك ونجمنا اللي ظهر كان موهوب وظهر مع عمليقة والأمريكي اللي هو القبار زي مثلا كلنا فاكرين الحارس اللي بتاع الكاميرا بيل أنتوان بيل أنتوان ده كان من اعظم الجوان الحراس الماربع على المستوى الافريقيا والإعمال ماولين العرب وحقق معاه دوري عام وحقق معاه افريقيا سواء وكون فدرالية وكان معه مع بيل أنتوان ده كان معاه نجوم كبيرة جدا على قد ما افتكر لكم كان حمدي نوح وعلاء نبيل ومحمد رضوان وناصر محمد علي الله يرحمه وعبد الرزاق كريم من العيب الغاني ونبيل إبراهيم وعبودة ونبيل عمار وجمال سالم ونجمنا النهاردة حصل مع زئاب الجبل ده على بطلتين من افريقيا أبطال الكؤوس خدها مرتين يعني هلنا نلاقي اللي خدها ثلاث مرات وهم خدها مرتين كان عام أو سنة 82 وكان على حساب باور دينيموز الزامبي ودي كان فرق ساعتها فيها محترفين كتير قوي واللي فاز عليه هنا في ملعبه في ملعبه المقاولين 2-0 وراح هناك بنفس النتيجة كسب ووصل المرانية فعام 83 انتزع اللقب من أجاذة التوجولي وفاز على لومة قبل التعادل في القاهرة تعادل 0-0 طبعا كان بنفس نادي الأهل ساعتها نجمنا النهاردة دوت بعد ما حقق انجازات كبيرة جدا قالك لا لازم اعتزل ليه هتعتزل يا عم بعد المشوار الطويل اللي انت عملته وحفرت اسمك على جدران نادي المقاولين العرب أو في الجبل الأخضر ليه عاوز قالك لا أنا خلاص كده أنا عملت اللي ما حدش عمله فضل في النادي وستمر فترة طويلة جدا وحقق فيه إنجازات وبعد كده قالك لا لازم لازم أبطل وأبدأ أتجه إلى التدريب وتخصص بالذات في قطاع الناشئين وتخرجت خرج ناس كتير قوي من الولاد والشغلين من تحت دي مواهب كبيرة وأجيال كتيرة هنقول هو عاوز يقول أساميهم عشان إحنا إيه ما ننساش بس أو بنحراروش الكلام ده ومن خلال تواجده مع نادي المقاولين العرب أصبح دلوقتي نجم من نجوم الكرة المصرية اللي علم على علامة كبيرة جدا سواء على أفريقيا أو هنا في مصر اشتركوا في القناة